السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما بينا في المقاطع السابقة أيها الأحبة تفاصيل سجن الإمام الهادي من قبل الأخ المجاهد أبو عامر الآن نشاهد حجرة الإمام التي كان يسجن بها سلام الله عليه مع توضيح بسيط لهذا المقام طبعا هذا المقام الآن كما هو ظاهر أمامكم درج إلى الأسفل طبعا وجود إنارة الآن لهذا المكان سابقا كان المكان يعني مظلم بحيث أن العين تتبع النور إذا كان هذه أضوية ما موجودة ممكن أنه انطقل هذا الضوء من ننزل جوه رح تلاحظون أنه هذا المكان أظل انطقط النور هنا وفي نهاية هذا المكان وطبعا هذا ما كان يخلو مني هذا الشيء ما كان يخلو من خباته من قبل الطائمين على سجن الإمام سلامه الله عليه وهو التمويه عن سجن الإمام الهادي سلامه الله عليه بحيث إلا بقيت العين تتبع النور مباشرة تخرج في نهاية هذا الممرضح إلى النهاية تصل إلى ذلك المكان وهو السجن العام ولا يلاحظ شيء أبدا ولكن بواقع الأمر بواقع الأمر أنه حجرة الإمام الهادي سلامه الله عليه أحنا عمرناها بالواقع وأن الحجرة كانت في زاوية هذا الممرض هذه الحجرة كما تشاهدون أيها الأحبة هي الحجرة التي كان يسجن بها الإمام الهادي سلامه الله عليه ممكن أن تشاهدون هذه الحجرة التي كان يسجن بها الإمام سلامه الله عليه لسنين طويلة سجن الإمام الهادي بهذه الحجرة وأيضا كانت حجرة الإمام الهادي سلامه الله عليه وكان يهدد بقبره سلامه الله عليه من خلال هذا المحجر الذي كان يهدد به الإمام سلامه الله عليه يقولون أن هذا سجنك وهذا قبرك بحيث أن هذا المكان كما تشاهدون الآن هي مسافة تستوعب رجل كامل واقف على قدميه كان يهدد الإمام بهذه الحجرة لكن الإمام لم يكن مجتفد إلى كل هذا وقد أهلك حكام بني العباس بإيمانه وبصبره وبتقواه سلامه الله عليه وكان لا ينظر إلا إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه كان عند أولياء الله عند أمة آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أينما وجدوا في مكان وهو مكان لله سبحانه وتعالى وهذه الحجرة التي كان يسجن بها إمامنا سلام الله عليه إمامنا الهادي بأبي وأمي سائلين البارع عز وجل أيامنا علينا وعليكم بشفاعته وشفاعة أجداده وحفيده القائم سلام الله عليه ممكن حتى لوضح أن هذه النارة إذا أخفيت تلاحظون كذلك أنه صار النور فقط في مقدمة هذا الدرج وفي نهاية هذا الدرج كما تشاهدونه في المقطع بحيث إذا بدون أنوار نزل الإنسان مباشرة رح يطلع إلى الوكان وتلاحظ أن الحجرة مخفية وغير ظهرة وكان الإمام في سجن انفرادي يخشون من الإمام أن يثقف السجناء وأن يغير أحوال السجناء فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا والسلام على حفيده القائم المؤمل سائلين البارع عز وجل أن يجعلنا من جنده وأعوانه وأنصاره ومن استشهدين بين يديه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته